اشتركوا في القناة اما بقى اول ساعة من النهاردة فهينورنا في الجزء التاني من حلقتنا يعني ضيف عزيز علينا وهو كمان غني عن التعريف وهو الشاعر وامير الشعراء الدكتور علاء جانب وطبعا هو فيز بجائزة مهمة جدا واول مصري كمان يفوز بجائزة امير الشعراء الاشهر طبعا في الوطن العربي في الموسم الخامس ان شاء الله عشان نستمتع معاه بقى باجمل القصائد الشعرية اما دلوقتي طبعا كل الناس دلوقتي يعني ايه يا رب المطش ييجي يا رب المطش يعني فهم ناس قد ايه طبعا شغلنا الشاغل دلوقتي كمصريين وكمان كعرب ان احنا بنتكلم عن الفريق المصري الفريق طبعا اللي مشرفنا في كاس العالم الاندية النادي الاهلي والنهارده المطش الهام جدا في السامي فاينال مع النادي بارني ميونيخ ويمكن ده مطش يعني اللي احنا كلنا يعني حساباته كلها رايحة في حتة يمكن واضحة شوية لكن البعض الاخر برضو بيقول للا يعني اه هو فريق عالمي وفريق كبير فريق بارني ميونيخ لكن برضو احنا ابطال لأفريقيا وطبعا الموضوع فيه ترقب وحماس وقلق كبير بقى يعني بالنسبة لجماهير النادي الاهلي احنا نتكلم طبعا نادي الاهلي فاز المطش اللي فات على الضحيل القطري بنتيجة 1-0 وده اللي اهلنا الحمد لله ان احنا نلعب مطش النهارده في السامي فاينال مع نادي بارني ميونيخ وكل واحد طبعا يعني بيحاول يعني يشوف ايه نقطة الضعف مثلا عن نادي بارني ميونيخ وبنشوف الخطة او التشكيل اللي ممكن يتلعب به النهارده فعلى شكيل احنا الفقرة دي حبينا ان احنا نخليها فقرة مفتوحة ليكم ان احنا يعني ممكن نتكلم ونخش نقول يعني ارأنا بقى يعني الاهلي ممكن النهارده توقعك لنتيجة تكون عمنا ازاي هل الاهلي وارد ان هو يكسب النهارده ان شاء الله وحاجة مش صعبة وما فيش شيء صعب في الحياة يعني لكن بنتكلم بالمعطيات بنتكلم بالارقام اكيد طبعا بارني ميونيخ فريق الاقوى والفريق الاشهر عالميا وطبعا الحائز يعني على الشامبينز ليج وبطل اوروبا لكن احنا برضو ابطال افريقيا اكيد طبعا كلها توقعات يعني الواحد بيحاول يتكهن النتيجة لكن بالنسبة للجانب المصري اكتر او بالنسبة النادي الاهلي اكتر يعني توقعاتكم ايه الماتش النهارده هل شايفين ان هي وارد النهارده يحصل شكل مختلف بالنسبة للنادي الاهلي وخصوصا دايما ان احنا في المواقف الصعبة او دايما في الماتشاط الصعبة دايما بيبقى عندنا شكل مختلف احنا دايما في السهلة تحسوا ان احنا ممكن عادي وارد نتعادل وارد نخسر وارد ان احنا ممكن الماتشاط السهلة شوية ان هي مش عارف بعد طبع فينو ولا ايه بس يعني دايما مش بنيديها الاهتمام الكبير او مش بنيديها دايما يعني وضعها بشكل اكبر وده اللي بيوقعها دايما في اكبر المشاكل بالنسبة للرياضة لكن لو جايما نفكر كده بالعال وبالمنطق واسترجع معاكم بعض الزكريات كده بالنسبة لبعض الاندية او حتى خلونا نتكلم على المنتخبنا القومي المنتخبنا القومي كان في يوم الايام بيلعب كاس القرات وطبعا كلنا عارفين ان في التوقيت ده كانت البرازيل ببرازيل يعني ببرازيل كانت المنتخب يعني بيرعب اي حد عندنا البطل العالم كان وقتها ايطاليا وكان المنتخب ده في التوقيت ده كان طبعا يعني فيه نجوم لعالم كلهم بس احنا لما بترينا نفكر ان احنا بنشارك في بطولة كبيرة بطولة كاس القرات والعالم كله بترينا يتكلم ان منتخب مصر هيواجه منتخبات كبيرة ومنتخبات عالمية والاشهر في كورت القدم احنا برضو احنا عندنا حتة ايه عايزين نسبة نفسنا عندنا حتة اللي هو الغل القروي شوية ان احنا لا احنا مش يقل من حد احنا الحمد لله برضو فنيا احنا ما عندناش المشكلة الكبيرة او الفارق الكبير اللي احنا ممكن بنشوفه يعني زي من الناس متخيلة ويمكن الماتش الاولي بتاع البرزيل بتاع 4-3 ده وضربة الجزاء الاخيرة المشكوك فيها وقتها و3-3 ومنتخبنا كسب بعد كده ماتش ايطاليا جون حمص اللي جابناه وقتها وكسبنا الماتش لما استهولنا الماتش امريكا بعديها بقى دي كهت الغلطة ويخسرناه بنتكلم على الماتشات الاهلي نفس الكلام عندك دايما لما يكون الاهلي واقع في مشكلة وكان فيه تغيير لشكل الفريق في وقت من الاوقات وكان كل لعبة عندك موجودة يعني كان ليهم شنه ورنه واعتزلوا وكان لسه فيه صفوف جديدة بتنضم النادي الاهلي ولسه ببنيها برضو ما كانش عندنا المشكلة الكبيرة قوي ان احنا برضو بنواجه بعض الاندية الافريقية والحمد لله كان ربنا برضو بيكرمنا وما كانش فيه مشكلة خالص فهنتكلم بقى على المستوى التاني او بنتكلم على المستوى يمكن الاعلى بقى ده الليفل اللي احنا كنا نستنيينه ان احنا بنتكلم ان احنا نلاعب فرق عالمية ولو الاهلي كان لعب قبل كده فرق عالمية برضو كان من ضمنهم الباين وكنا كسبنا بره اتنين واحد والباين برضو كسبنا قبل كده يعني نفس النتيجة فهننتكلم ان الامور كلها وردة في كرة القدم والزمائك نفسك كان برضو كان بيلاعب فرق كبيرة وعالمية وكان برضو بيقدي اداء محترم جدا فالفكرة بقى هنا او اللي عايز اتكلم فيه معاكو ان احنا دايما ليه يعني اه المعطيات كلها بتروح او بتنصب في جانب واحد لكن منقللش قوي من شأننا منقللش قوي من قدرات اللعيبة او من قدراتنا احنا كمصريين وحلو ماشي الفلفل والبهارات والشطة والكلام ده كله ان احنا بيننا وبين الزمالكوية او الاهلوية والزمالكوية يعني دايما على السوشيال ميديا تلاقي شوية الحاجات اللطيفة جدا اللي تحصل دي ما بيننا وبين بعض او ما بين الزمالكوية الاهلوية يعني يقولك انتو هتشيلوا او هتخسروا بنتيجة كبيرة ويردوا الاهلوية عليهم انتو الدوري المحلي ده الكلام اللي هنتكلم فيه بالنسبة على السوشيال ميديا اللي بناخده ان احنا بنبسط لكن بنتكلم بقى بجد لا طبعا ده فريق مصري بيشارك في بطولة كبيرة ولو الزمالك بيعب في البطولة دي برضو نفس الكلام لازم نبقى كل المساندة موجودة من كل جماهير المصرية مش بس من جانب واحد او من طرف واحد بس بالنسبة لجماهير بتاعة النادي ده احنا يعني في الاخر اوه بنحب ان نبسط ودايما كده ايه اللي هو نقر ونقير لكن في الاخر بجد بقى لو بنتكلم بسطة عالي نوف يعني في ظهر بعض الحمد لله برضو عندنا بنشوف اداء مشرب يعني في كل الالعاب حتى لسه مؤخرا في كرة اليد او في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد الحمد لله اللي كانت في مصر وقدينا اداء مشرف جدا مع بطل العالم كلنا قلنا في الوقت ده ان احنا هنلاعب بقى المنتخب اللي ما بيخسرش المنتخب العالمي وهو اللي كان خاصرا لحد الوقت الاخير وفي الاخر خالص لعنا ايه رميات جزاء هي وردة كل شيء ورد بس اما حاجة بقى ايه يعني نحط جوه نفسنا ونوصل ده برضو للعابة ان احنا والله يعني ايه كل شيء ورد اييل مانا كريم يا كريم ازاي كريم الحمد لله تماما اخبرك ايه طيب من انت عليك اخبارك ايه طيب من انت عليك اخبارك ايه الحمد لله كله كويس كل حال اقوللي اكريم يعني شايف ماتشل نارده ازاي ا disgrما بين الاهلي بقى او البست يعني تتوقع ننتجة كم كم تتوقع النتجة قبل الفيناديو الذي يمشي nugرى ده يعني. الله يبص يا دي حاجة يعني لها رجل توقعات خالص. اه. يعني هو طبعا في الورف الاخر بيبقى كل مطش يوريز روحه. تمام. اه فانت ما تضمنش ساعة بتحصل حاجات كده يعني نفس السيناريو دوت كان لما كنا في افريقيا في طوص النهائي ساعة مطشوره ده. تمام. وكان اوه مهرب عمر ما كان حدي يتصور ان السيناريو ده هيحصل وان هم مستكلمين بالشكلة ده. مزبوط. فبتحصل ساعة كده حاجات نتمنى ان هي تحصل حاجة كده يعني. يعني هو وارد كل شيء يحصل في كورة القدم يعني اصلا. هو اهم حاجة ان هو ما يعمل اللي عليه. اهم حاجة انت تلعب يعني حتى لو غراب. وده غريبا للطبيعي والمع. ده الاقرب شوية بالنسبة لتوقعاتنا احنا. ان احنا بنقول ان هو فريق عالمي وفريق كبير وعنده طبعا مقاومات لعيبة عنده غير طبيعية. كيف نعرفها في الاوروبا لان انت مفيش اي مواجهة تجمعك بهم. هم مطش رسمي. البيعي كله بيبقى ودي والودي طبعا ما بيتأسش خلص زي المطشاط دي. بالزبط طبعا. يجب ان يقياس على مستوى الودي شوية. وبرده كان قبل كده ملعبنا الريال مدريد لو تفتكر. بتبقى مطشاط فهلة شوية. يعني. بتبقى احتفالية اكتر منها. يعني اللعيب بتتخيف على نفسها. بالزبط بيبقوش برضو خايفين يعني يبقوش برضو خايفين يعني يبقوش بخايفين ما بيبقاش سكور. بعدين البايرن مش والله يعني نتائجه كلها سنادي مع الفرق الكدير. واقولهم طبعا برشلونة. اه. كلها سبعات وتمانيات وحاجات كده. مؤخرا ما بقوش كده ازال. طب ليه هم لسه اول ان بقوش كده احكاس بنيوا واحد صفر بالعافية. انا بقولك اه مؤخرا ما بقوش كده وفي الدوري نتائجه مش مستفكر قوي. يعني ليه دايما بنصدر الوحش بس. احنا نصدر برضو لعباتنا ان احنا بطل افريقيا وان احنا. علشان تعرف برضو اللعب المصري بقى اعمل. يعني مثلا انا مصري اللي فاد بحكاس العالم. مع فرقة برضو يعني مع احرامنا لها. هي مش اجمد حاجة. نزلت الشوط الاولاني عملتش كواف جده. مم. فافتكروا ان الفرقة اللي قدامهم ديت. مستوها الفني مش قد كده. نزلوا شوط التاني ما عملوش اي حاجة. وكان ممكن وارد جدا ان يخش في جبون وتخش في سناريو تاني. هل تتفق معايا ان احنا برضو يا كريم بننجازب الفريل قدامنا من الاداء بقى يعني من ناحية الاداء. ان احنا لو عندنا الفريل قدامنا بيعاب كويس. ممكن احنا بتلاقينا بانده كويس اوي وبنطلع معايا. ايوة طبعا. لما تلاقي الفريل قدامنا متوضع فنيا شوية انت خصبا عنك بتنزل. يعني بحيث ده طبعي موجود في الفرقة المصرية. بالزبط ده طبعا ده في الفرق وفي المنتخبات كمان وفي الدوري نفسه كده. اه. وتعبت ده على الصورة السهلة لحد ما اللي قدامك يروح من فاجأك مرة واحدة بيجيب في الجول. لي نفسك بقيت خلاص متك الملعبش وبتهجي معايز تعوطه. انت ليه ما تلعبش ده من الاول. طب شايف النهار ده اللي ممكن نلعب اه اه او التشكيل الافضل اللي ممكن يتلعب بي اه في الملعبش. اه 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 حاجة يعني التلاتة الملعب يلعب بيه. لازم يعني هو في العادي بيلعب مثلا سولية وحمدي فاتحي او سولية وديانج او من عارضة التلاتة لازم يلعب. والباك اليمين يعني اتمنى ان هو يوقف في اكرم توفيه او محمد ايني واكرم توفيه لان ده يعني هما سراعتهم ما شاء الله في الباكات وفي الجناحات مالهمش حل. فواحد بس لوحده هو هيبق فيه شوارع. يعني انت تتوقع نتيجة برد يا كريم ان نتيجة للبايرن اتنين صفر. يعني المحاصدتش مفاجآت. المحاصدتش مفاجآت. بالزبط هما دي ناس جاية دي بنزورهم بطولة ساحة بطولة لهم في الكريدت بتاع استناعي. ماشا كريم. هنشوف ربنا خير جزء لله شكرا جدا لك. نورتنا جدا كريم. والله يعني بصوا يمكن انا مختلف شوهية. يمكن انا الله واعلم انا بقى يعني تقولوا علي بقى يعني معرفش ايه. بس انا بالنسبة لنا شايف ان احنا النهاردة ممكن بجد يبقى فيه شكل ان شاء الله مختلف فيه اداء مختلف. هنلاقي ان النتيجة حتى ممكن تتغير. احنا بنتكلم برضو ان على فكرة يعني ما هو اصلاهم بفريق. يعني اه فيه امكانات عالية بكل حاجة. من من الجوانب الفنية والقمة المادية. ما قلتش برضو حاجة. لكن ده لا يمنع ان انت برضو انت انت في الملعب تكون النجيلة. يعني احنا انا برضو دايما بدي يعني مثل بالنسبة لشكل مختلف يعني عن الكورت القدم وهي كورت اليد. ان برضو احنا ودي ما كانش فاجأة مهيرة على فكرة يعني برضو البطولة في مصر هنا اللي تم تنظيمها على اكمل واحلى شكل وصورة. يمكن البطولة دي يعني تدينا بفعلا درس محترم جدا لكل الاندية ولكل الفرق اللي بتلعب اي رياضة. انت فريق عندك نازل وهو عارف ان هو بيلاعب بطل العالم. وهما من جوا ما عندهم اصرار ان هما يموتوا نفسهم ان هو الملعب ده بتاعنا. احنا هنلاعب مين قدامنا احنا نازلين ناكل النجيلة ناكل الارضية بتاعت الملعب. علشان خاطر نطلع يعني يعني بنتيجة احنا مرضاة بالنسبة لنا مش بس المكسب. هبنتكلم ان في الاخر خالص انت بتعمل عليك. والنتيجة بتاعت الجمهير بقى هي اللي بتقول وبتقدر. خسرنا وطلعنا من من البطولة. بس في الاخر خالص انت بالنسبة لنا كمنتخب مصري يعني لكورة اليد انت افضل من اي فريق. انت نرفع لك القبعة. النهاردة عايزين برضو ان شاء الله اداء النادي الاهلي يبهوى ده. والنتيجة في الاخر خالص يعني دي ما نفكرش فيها غير بس نعب برجولة. ده اللي يهمني جدا. طيب احنا معنا بقى يعني برضو ناخد رأي المحلل الرياضي يا عمر صبحي عشان بقى يكلمنا يعني قبل المطش بساعتها هون نعرف ايه الاخرى التطورات واللي ممكن يحصل من خلال التشكيل والبراءة. يا عمر. آآ فاروق ازايك براحب بيك براحب بكل السادة مشاهدي صادة البلد اثنين. كل السادة مشاهدي برنامج. ازاك يا عمر خبارك ايه كله كويس. كله كويس طول ما انت كويس. طول ما جماهير الاهلي كويس. طول ما الاهلي في كالس العالم ان شاء الله ان شاء الله. كل حاجة تكون كويس. اقول لي يا عمر تتوقع ايه اللي مطش النهاردة. يعني قبل ما اتكلم معك بقى في من الجوانب الفنية. ايه انت تتوقع ايه? انا في البداية بس عايزة يعني انا كنت بقى ليه فترة بس معك. اه. فعايزة كمل على حاجة انت مهمة كنت بتقولها جدا. اه. 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 وهي كاس العالم للهاند بول. اه. اه. يعني غير كلمة وزير الشباب والرياضة الدكتورة الشرف صبحي للفريق الالي. اه. ان انت روحوا واعملوا زي ما منتخب مصر عمل. انا كنت واقف انا كنت يعني اشتغلت في البطولة دي. وشرفت ان انا اشتغلت في البطولة دي. فكنت بتكلم مع ميكل هانسن. اللي هو افضل لاعب في العالم. وافضل اه 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 هدف في العالم. وكل حاجة في الهاند بول هو زي ما يكون كده مقفل اللعبة. اه. فبقول له يعني انت يراك في الفريق بتاعنا في المنتخب مصري يعني. قال له انا عمري ملعبت ومبارا مجنونة كده بحيات. فعلا حقيقي. ده 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 ملاخص الروح والرجولة والاداء والتطلعات بتاعتنا من انتخبنا. واعتقد ان دي موجودة جوه كل واحد مصري مش كل يعني مش بس بتاع المنتخب. بالزبط اه. بالزبط دي موجودة جوانا كلنا احنا المصريين بنتولد بالحسة دي. هي تحس دايما ايه عمر في يعني انا مش اقول هي يعني اه محن. هي بس موازية للصعوبات في الحياة. اه اه. انت في صعوب في حياة. اه. انت بتوجيهها لا بند. ما عندكش الخوف. او احنا كمصريين ما عندناش الحتة دي. ان احنا بجناش الرهبة دي. بالزبط دي حاجة طبعا متشرف كل واحد مصري. وعلشان كده عايزة تنقل معاك للسؤال بتاعك. فضل. لتوقعاتك ايه. بص يعني مش عايزة ابدأ باكلشات اللي هو كورت القدم ما فيهاش توقعات للباية والاهلي. اه. مباراة خارج التوقعات. النتيجة مش محسومة. اه. ولكن نقدر نتكلم في حاجات اه قصص. يعني لو اتكلمنا على الفوارق الفنية والفوارق البدنية والفوارق الفردية اللاعبين. اه. فهي كلها رايحة لصالح البايرن. تمام. لو اتكلمنا على الخلفيات بتاعة الفريق. اه. البايرن كان عنده مطش صعب جدا 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 مع هرتا برلين. برلين. اه. ادريكس في واحد صفر بصعوبة. اه جدا. اه. اه. الاجواء كانت شديدة البرودة سبعة تحت الصفر. اه. اه. وكان فيه اه تلج على ارض الملعب. نجيلة اه. فهتحول نجيلة. ليه نجيلة طينية. اه. فدي بتزودها الحامل البدني على اللاعبين. بعديها وجهة البايرن صعوبة شديدة جدا في اقلاع طيارة وآآ رومنيجي اللي هو رئيس باير ميانخ. طلع يتكلم في الموضوع ده. وقال ان هي بسبب فاعل كان كاره للبايرن. وقال ان انتو البايرن رايح يلعب باسم ألمانيا. فالمفروض كنتو تساعدونا. تأخر الرحلة السبع ساعات قدى ان هم يفقدوا او او ما يقدروش يعملوا التمرينة الاولى ليهم آآ في الضوحة. وعلشان كده آآ آآ مدير الفاني الباير ميانخ عمل التمرينة الثانية اللي هي التمرينة الرئيسية. استشفاء يعني اللعيبة. اه استشفاء اللعيبة بالضبط. فك عضلات يعني. بلغة كرة القضر من الاخرى عام فك عضلات. يعني ما كانش فيها ايه تاكتكس. اعتقد ان هو كمان هيلعب يوم الخميس يعني انفاز. هيلعب يوم الخميس. وبعد هيلعب يوم الحد في المانيا. في الدورة الالمانية. فكل دي حاجات ممكن. هانس لك النهاردة يعتمد على يعني على اكسر من اللاعب يريحه. آآ يريح اكسر من اللاعب من يعتمد على الدعابين من دكة البودلاء يعني دي اول جزئية يعني اول جزئية ان العامل البدني عندهم ممكن يكون يعني هم يعني مش افضل مننا بدنيا دلوقتي معنهم الالمان المكانات الالمانية دا من ايه نتكلم عليها انهم تطلش بس احنا ممكن العامل البدني عندنا افضل شوية ان احنا متحين 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 وقبلها كان مرتاح في مصر سافر قبلها بحوالي اربع خمس ايام للدوحة فيه يوم خدشي اعجازة اليوم الثاني عمل استشفى يعني عنده المراحل البدنية بتاعته خدت المجرة الطبيعي اليوم لكن ان انت تقعد سبع ساعات في الطيارة وتقعد في رحلة بعدها تستخرج خمس ساعات للدوحة اعتقد ان دا حمل زيادة على اللاعبين وكمان احجابوا بتاع الدوحة تقريبا النهاردة 22 الدرجة هناك هو في المانيا كان الدرجة سبعة تحت الصفر وبيقولوا ان دي من عشرات السنين عمرها ما حصلت في المانيا يعني الاجواء ما كانتش بالبرودة دي في المانيا من عشرات السنين فكمان تغيير الجو الجو للحرارة العالية شوية بالضبط وده كمان بيفرق على المستوى البدني وعلى المستوى الاشارات اللي بيديها المخ العضلات الجسد همنتكلم لو احنا مثلا كمصريين لما بنسافر كنا كسام في اليابان فاكر انت فرق التوقيت ده كان بيحصل المشكلة عند اللاعبة ان هو يومه اتعكس فاهم؟ هو ما كانش قادر يدرك هو دلوقتي فأني فترة من اليوم وده كمان بسبب الاجواء يعني احنا كنا بنشوف اللاعبة اللي قاعدة على الدكة برا هي قاعدة بتحاول تدفي نفسها مش بتحاول تركز مع المتش او بتحاول تكون انجو المتش يعني مش متعايشة مع المتش طب بص يا عمر في جزئية تانية برضو شايفها يمكن تبقى صالحنا ولا هما الغرب او المحترفين يعني مش بيقوا فيها هل شايف ان اليومين اللي فاتت دول او امبارح او اول امبارح في بعض الفيديوهات اللطيفة جدا اللي احنا شفناها على السوشيال ميديا اللي هي خاصة ببعض الجمل والمصطلحات اللي الالمان بيقولوها والاهلوية بيقولوها والعكس صحيح يعني شايف ان الالمان او شايف ان بايرم يونيخ مثلا واخد البطولة او اخد المتش ده بمحمل الجد فعلا ولا هو شايف ان هو رايح ياخد بطولة يعني ايه انا عادي يعني الموضوع بالنسبة لي سهل يعني فيه شقين فاروق اللي انت خلينا اقولك بقى كابتن فاروق ببعين المدخلة براعتنا قروية يعني تمام بصر يا كابتن فاروق فيه شقين للرد على سؤالك الشق الاولاني وهو شق الاعلامي اللي انت بتقول فيه نم حتة تجزئية الفيديوهات والكلام بالعربي والكلام ده كله اول حاجة دي حتة كوميرشل حتة تجارية العالم كله يا كابتن فاروق لما بيروح البطولات المجمع بيكون ليه وعليه ليه حاجات بياخدها وعليه حاجات بيقديها لللجنة المنظمة للبطولة بمعنى ان انا بيكون عندي عدد معين من اللاعبين هيعمله انتربيوهات المدرب بيعمل انتربيوهات عدد معينة بياخدها للسوشيال ميديا عدد صحفيين معينين بيعملوا لقاءات خاصة مع اللاعبات تمام سواء بقى للمواقع الرسمي اتحاد الدولي سواء للمواقع الرسمية بتاعتهم على السوشيال ميديا ايا كان هي دي ترتبتها احنا مش عايشينه في مصر يعني ده ممكن الناس في مصر يقولوا ان ايه ده هو الاهل اللي هيعمل فيديوهات يا جماعة لا هم مجبرين على ده ده ما فيش ده الشق التسويقي او الدعائي للبطولة يعني ده لازم تحصل زي ان العيب يعدي من ماكس الزون زي ان المؤتمر يحضره الكابتن الفريق والمدير الفني للفريق كل دي حاجات هو مش اختياري مش اختياري وممشاهد يعني ده مش ادار ده اللي راحه ده ده جزء من الشو ده جزء من الفلوس يعني متكلم ان دايما احنا بناخد ايه برضو يا عمر يعني احنا برضو شعب عاطفي قليبالك احنا بناخد بالشكل اللي قدامنا يعني بنشوف مثلا بعض الفيديوهات اللي انتشرت للفريق مثلا في الملعب ان هم بيهزروا مع بعض ان الموضوع وقدينه بشكل معين هل شايف ده بالنسبة لهم هم كده بيركزوا اكتر ولا كده مش بيركزوا اكتر يعني ببدا بحاول ايه مخرج فاهم الفكرة كلها انه هو الفترة اللي العيبة بتهزر فيها دي هي دي الفترة اللي مسموح فيها للإعلام انهم يصوروا تمام الي انت شفت هاشوة تنيه حاجة تنيه خلص هاسم اه دي بقى ده الشكل الاولاري الشكل تاني بقى لا انا عايز اقولك ان للاسف فعلا فعلا ايه بقى المصري إن لم تتجل ألمانيا و التتذهب لألمانيا عندها الماطش الودي ازل الماطش الرسمي ازل الماطش اللي تحت ٢� Incredи were这里 خلاص يا عمر كم كفاية دي أكبر مشكلة فعلا في ألمانيا يعني ألمانيا هي سبيلس البرازيل سبعة واحد في الأرض البرازيلADA يعني لم يrüض أف profits إذا كان إليك انا لا اول عز أفكر معك عايز افكر معاك ايوه خلاص انا فاهم مكان ده خلاص يا عمر خلاص يعني خلاح النهار ده يوم المباطش ان شاء الله نحاول نبدي يعني دفعة والطاقة ايجابية للاعبتنا وللأهلوية يعني بإذن الله والمصريين طيب قولي يا عمر طب ما وبرده كان فيه ظلوف التوقيتات المختلفة سواء كان الاهل اللاعب بكده بارني ميونيخ في توقيت يعني في وقت معين من التاريخ يعني ما فقد في السبعينيات على ما فقد صح كده لعبهم تقريبا في 2012 مرة ولعبهم في الثمانيات مرة الثمانيات ولا في السبعينيات ماشي المهم يعني وكسبنا وقتها هل الظروف دي او كل الاجواء دي بتختلف ما هو برضو كان عندهم لعبة جامدة وعندهم برضو هما 77 التوقيت ده يعني شايف ان هو في التوقيتات دي ان ما هو ايه نفس الظروف شبيهة ليه ان هو برضو كان عندهم لعبة جامدة وهما الالمان واحنا برضو الاهلوية وبمصري ايه وحصل نتيجة اتنين واحد ايه ما كانتش بعيدة ده بقى حصلت بالله احنا بدأنا بها المكالمة بروح المصريين وبالعليمة وبالفرادة وبفكرة ان انا نازل انا ما عنديش حاجة اخسارها انا ما عنديش اي ضغوط عاملها هي دي العيبة الاهلي وعندهم الاكسبرينت الكافية ان هما فاني يقدروا يقف على رجلهم في المهس يعني اه اه لعيبة الاهلي ما يتخافش عليهم لعيبة الاهلي بيقدروا يرسكوا نفسهم اه اه لعيبة الاهلي عندهم من القدرة الفنية ومن القدرة البدنية ومن القدرة النواحي بتاعة الخبرة والاكسبرينت في الفوس بالبطولات وتهديث رتم المطشي وان ان انت فعل رتم المطشي في الاوقات اللي انت حاببها هو ده عشان كده ده الاهلي دايما طيب اه اخيرا كده برضا وعمر عايز ارف منك موسيماني النهاردة المفروض يعمل ايه او يبقى بيلعب بطريقة شكل ايه اعمل ازاي يعني انا افضل افضل بالنوع ايلعب بثلاثة اه متفيدر يعني ثلاثة في نص الملعب عندهم اه خوائز خصوصات تفعية اه اه ويه اه الجناحين لان انت عندك اه اه يعني ديفز ده حاجة كده مهولة يعني ديفز ده لما بيفتح اسبرينت ما فيش حدا بيجيبه اه يعني اه سيك بفريط تاني خليها في فريطنا خليها في القهز اه 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 تمام او انا انا الا افضله ان الموسيماني ان ما كانش هيلعب بطريقة المعتادة دايما اه ودي بيكون ليها حاجة نفسية عند اللعيبة الليو انا انا نازل هلعب هلعب بشكل بتاعي دايما فانا بقدي بأدائي دايما فيكون رجلي عالية شوية في الملعب لو ما عملش كده لا انت المفروض يلعب بثلاثة متفيدرز في قلب الملعب علشان يقلل من الخطورة الهجومية لبير ميونيك وكمان عندهم الأطراف فعلي معلول ما يتقدمش كتير ونحن الثانية محمد هاني ما يتقدمش كتير لأنه هنستكلم تحديدا في الموضوع ده في المؤتمر الصحة في مبارك وقال إن أنا عارف إن الأطراف بتاعت الأهلي بتحب الهجوم كتير فأعتقد إنه يكون في كوار كتير أول من وراهم الأهلي لازم نوعا ما يعتمد على صراعات محمد طهر وولترب واليا والحجمات المرتدة السريعة بالضبط في الهجمات المرتدة والأهم من كل ده كرات أفشة من العمر يعني لو محمد محمد دي أفشة يلعب بشكل أساسي في القريق يعني من لداية المباراة إن أنت تلعب على العمر بير ميونيك دايما أكتر حاجة بتضربه هو الهجمات من العمر ومعظم الأهداف اللي دخلت فيه في الدولة الألمانية هو الكرة اللي بتتلعب في ظهر المدافعين قلبين الدفاع في ظهر القلبين الدفاع والله يا عمر اللي تخاف منه ما يجيش إيه؟ أحسن منه وإن شاء الله ربنا كريم وأنا واصف في الأهلي وإحنا كمانين وإن شاء الله دايما النسف في الأهلي دايما عالي نورتنا جدا يا عمر شكرا جدا لك والتحليل زي الفل شكرا جدا عمر صبحي والله يا جماعة بصوا يعني ما بلاش بقى السواد والجانب المعطيات كلها أنا عارف إن هي رايحة في المنطقة اللي احنا بنتكلم عليها من بداية الحلقة لكن كل شيء وارد في قرد القدم يعني كل شيء ممكن تتوقعه ولا تتوقعه اللي غير متوقع الحاجة اللي انت حط نية كبيرة وإن هم وهم وهم بيحصل في لحظة أجواء وظروف المطش نفسها يمكن اللي احنا قلناها من شوية عامل السفر عامل الإرهاق يمكن ده برضو بقصمة وبناء دمين ما آه يعني أو مش مكن بجد يعني مش مكينات ألمانية آه بس ثانية وفي الآخر خالص وبناء دمين بيتعب وممكن تأثر وممكن الأجواء نفسها تكون متغيرة بالنسباله الأجواء البردة جدا حرة جدا احنا بقى نحن في المطش ده إن شاء الله هارجع أقول تاني إن نلعب بأداء رجولي يليق باسم المصريين مش بس يعني الندي الأهلي لا كرجالة وكمصريين إن شاء الله ربنا يوفق أنا بإذن الله وأنا بقول وتوقعي الشخصي يئمة هيبقى نتيجة 2-1 البايرن يئمة هيبقى 1-0 للأهلي بإذن الله بإذن الله كل شي ويرد طيب احنا كده خلصت معاكم أول فقرة والفقرة اللي جاية بقى يعني فقرة حلو قوي يعني من الفقرات أحب بقى جدا وكمان ضيفنا لمعانا النهاردة أنا يعني ضيف محبب جدا بشكل شخصي على قلب يعني وطبعا هو يعني راجل ليه تاريخ كبير في الشكل الأكاديمي والتدريسي يعني في كلية وجامة الأزهر وبالأخص كمان برضو في الشعر يعني نحن النهاردة هنستمتع بقى أحلى معاكم أمسية شعرية كده لحد بقى إن شاء الله ما نمطش إيه كده بس دل الله ونكسل برض إن شاء الله بعض الفاصل هنورنا أمير الشعراء الدكتور علاء جانب خليكم معنا طيب بص يا جماعة يعني يمكن الشعر عملة نادرة جدا وإنك كمان يعني ممكن تقول إيه فن ووصف المشاعر الداخلية بقعدة بالكلمات والأساليب طبعا الموضوع مش سهل إلا بس على الموهوب لأن الموضوع صعب جدا إنك ممكن تعبر عن الأشياء بمنتهى السلاسة وتعبر عنها وإنت مرتاح جدا أكيد طبعا لازد تكون موهوب جدا كمان النهاردة في الحقيقة نهاردة معنا يعني ضيف غاني على التعريف جدا وهو كمان أمير ليه أمير بقى لأنه هو أول مصري يفوز يعني بمسابقة الأكتر شهرة في الوطن العربي وهي مسابقة أمير الشعراء وهو أول مصري يفوز بجيزة أمير الشعراء عشان النهاردة يعني ينورنا وإنه أحلى القصائب الشعرية النهاردة منورنا الدكتور على جانب أمير الشعراء يا دكتور منورنا جدا الله يخليك يا أحمد والله أنا اللي فرحان بأنه أنا شفتك بعد فترة طويلة وأطللت من البرنامج بتاعك على الساد المشاهدين ديك وحشة كبيرة يا دكتور والله بتحب يا أكتر يعني تحب تقالك أمير الشعراء ولا سهم الجنوب ولا شعر الأزهر على عادي يعني من غير أي من غير أي حاجة من الكلام ده كله يعني لكن لكن هي ألقاب يلقبك بها المحبون فاللي يجي من أي حد حبيب هو حبيب أمير الشعراء سامي الجنوب شعر الأزهر على أحاف من غير أي حاجة أي مشاكل يعني كان زمانيا دكتور الخال عبد الرحمن أبنودي قال إيه إن الشعر رزق هل تتفق معاه للمقولة دي وشايف إن هي بس يعني لازم تكون معتمدة عن موهبة بس ولا برضو معاك تهاد أجاوب على أنه السؤال في دول مجبت حلقة بتاعتك دول السؤالين يعني موضوع إن الشعر رزق دي طبعا دي حقيقة زي وزي أي موهبة في الدنيا يعني التمثيل ما هو رزق الصوت الحلو رزق صح لعب الكورة عشان النهار ده تمنياتنا للأهلي للأهلي إن شاء الله بالفوز الموهبة في الكورة رزق إن أنت يكون عندك كارزمة الموزيع ده رزق ده فكذلك الأمر الشعر هو يعني موهبة يخص ربنا سبحانه وتعالى بيها بعض عباده زي ما بيخص غيرهم بمواهب تانية دي الجزء لو طبعا الشعر رزق ورزق كمان على فكرة زي بقية أنواع الرزق ممكن يكون فيه تفاوت يعني فيه واحد رزق واسع فيه وفيه واحد رزقه على جده وفيه واحد رزقه في النص يعني إيه فيه الغني في الشعر وفيه الفقير وفيه المتوسط زي زي أي نوع تاني من أنواع الرزق الناحية التانية كان آس أذكرaly الجزء التاني من السؤال الجزء التاني يعني هو لازم يكون فيها اكتهاد شوية مع الموهبة طبعا ما هو أنت يعني ربنا ادى لك صنعة الصنعة دي لو انت مشتغلتش عليها هتفضل صبي الصبي بيجيد الصنعة يجيد الحد الأدنى من الصنعة لكن عشان يبقى معلم فيها لازم يشتغل عليها شغل كويس ولازم يذكر لها ولازم يدخل في تجارب ويفشل وينجح وهكذا فطبعا لابد من لأي موهبة والأي صنعة في الدنيا من متبعتها ومن الاستعداد الجيد لها عاد الإمام لو ما كانش بيذاكر للتمثيل لغاية النهاردة ما كانش بيجاعد الإمام طب قادر اقول كده يعني الدكتور علاء جانب بتأثر بمين من الشعرة هو سؤال زكي ومحير في نفس الوقت يعني انت الواقع ان انت ما بتتأثرش بشاعر بشخص يعني الشخص الدم واللحم ده انت ما بتتأثرش بيه لكن بتتأثر بالشاعر فأنا كل قصيدة حلوة سمعتها او قريتها اه اه اتأثرت بيها اثرت فيها وتركت فيها صدى زي صدى البلد كده من اول يعني من اقدم شاعر مرء القيس من ايام العصر اللي قبل الاسلام لغاية النهاردة في شعراء قد يكونوا اصغر مني في السن ممكن يؤثر فيها شعرهم ويعجبني ويسيب فيها اصغر حابب نبدأ معك بايه تسمعنا ايه ما تخلينا نتكلم لا احنا قلنا عضا عشان نتبسك معاك ونسمع احلى القصار الشعرية منك والله ازاي ما تحب فيه طلبات كتير من اصدقائي لما كتبت على الصفحة اننا طالع في برنامجك بلبوا مني حاجات فضل واكترهم كان الصعيدة طالبين قصيدة معينة يعني خاصة بالصعيد قلتها حبايبنا فخلينا نقول القصيدة دي مع بعض لازم المايك ونلا قلت اه برحتك يعني بس المايك مهم يعني طيب القصيدة بتقول قصيدة شعر والجمرة ولاد مجنين وانا بينهم كجوز لاتنين لا قادر امسك الجمرة ولا من غير جنون الشعر عارف اعيش انا من يوم معيني عشقة الرحلة ونبت في جناح الريش لشفت سكينة في المعنى ولا قادر اعيش درويش وكل ما اقول خلاص توبة عن الاتنين الاج الموجة سحباني وواخداني في بحور اساطير وانا مسلم لها نفسي ما انا اصلا لا بعرف اعوم ولا اعرف اطير لنا درويش ولا مخاو ولا بعرف امس الدور ولا التلفان من الاشواق لكن ولي نحى تعودك وخلى الورد في خدودك دوى وترياج انا قلبي غريب بيحس بالفرحة اذا اخد الوطن بالحضن في عينيكي وطلع سر في الاوراق انا شاعر صحيح لكن انا مشكلتي من دون البشر حجتين صعيدي وازهري يعني جمعة الاصل والعفة لا حقدر اقول لك الرمان ولا الخمرة اللي في الشفة ولا تسهوك وساعتي تجد البسلك طقيقة الاخفة وتخف انا فقر ووكي الناسي اذا حبيت ماقولش الحد واصبر زي جبل المر من غير حد لكن لو زاد علي الشوق تلاقين في قطاط النخلة مششبح للاتي زي دكر القوك انوح للليل كأني نايبي تقطع لحد الفجر ما يصبح على المخنون انا العاشق وانا فيك الشهيد الحي وانا الدرويش في محرابك وانا الصوفي على ترابك وانا الكحل اللي متعلق بطيف مشدود لأهدابك وبخترع السمة التامنة اذا آنست منك ضي بحبك ياللي سبياني وسيباني ما بين الشعر والقمراء وتر مشدود كلامي لمعة في عنيك وكلامك دمعة في عنيا ورنة عود بحبك كل ما طلقت نار اذا طلعت وراها مسئولية وعار فما يصحش اقول للبت انا عاشق ويدي مش بتملك مهر وعيب الحر يخطب حرة فاتبات الرجولة في قهر وعيبني عشان قلبي ابيت عيني مكسورة ولو حيسكنوني في قصر صعيدي ايوة ميت مرة ابات متني على وجعي لكن شرفي ابات مفروض انا تربيت رباية النخل ما بين الجبل والريف دعيب ده حرام ده ما يصحش وده عمك وده خالك وعزوة وعيلة لو ناديت يجوني ألوف فسمحيني أنا مش هقدر أبقى ناعم الفافي وجيلك أهز في كتافي ونزل بنطلوني لتحت ما لو بعرف ما كنت ارتحت أنا أتقنت لهجتكم وبعرف أقول بقى وما بقاش لكن جلبيتنا بثاني وعلى راسي بياض الشاش وحرف الجيم على الثاني بقوله بنفس لهجتنا ولا أرضاش أبيع الشمس بالغالي فكيف حرضها أبيع ببلاش أجيبها منين بلاد الأصل والواجب وفيها العين ولا تعلى عن الحاجب لفيها النخل المتعنطز ولا فيها السماء دعتير ورغم إن السكك عرجة ورغم إن البيوت عوجيز بنتعكز على روحنا ونتكى على جروحنا فنطلع ضحكة في البروز تلاقينا في طفولتنا عيال ساكنة في بلاد الجن كتاف بتزن من تقل الحمول متئن وأول درس خدناه في الحساب اجمع أنا وأخوي على ابن العم وأنا وأخوي وابن العم على كيد الغريب نتلم وزي المية مش ممكن يكون الدم ونكره كلمة الناغص ونكره شرطة السالب عيال مشدودة على القالب وفي الكتاب بيفتح منظر وجامع ويفرد حسه في الدنيا سجر ضلة على أمه اللي رملها الزمان بدري فقالت هو دا إيدي ودا رجلي يبات بالجوع ولا يمدش عينيه على لبمة بطالة وفي الشدة لقيه يشتد وراجل يحفظ الحرمة ويعرف للجماعة الربية الله عليك يا أمير الله عليك يعني وحشتنا الكلمات الحلوة دي شايف أن في مصر هنا الشعر والشعراء عاملين كده زي النيل يعني دايما ساري وفيه ثراء ما بيخلص الحمد لله وشايف كمان أن الصعيد برضه عامل مهم جدا من الجانب بقى الآخر للشعراء يعني دايما شايف إن أغلبية الشعراء اللي دايما حبيبونا في الشعر كلهم الجنوب كلهم من أهلنا من الصعيد إشمعنا الموضوع ده شايف لها تأثير معين في بعض الكلمات مش عارف أنا علاقة البيئة صحيحة علاقة الجنوب بالشعر يمكن لها مرامي أو أبعاد نفسية وبيئية واجتماعية لأن الجنوب منطقة يمكن فقيرة شوية في المعطيات المادية يعني المعطيات البيئية لذلك الشعر ده بيعمل نوع من التعويض يعني اللي قاعد في جبلايا بالشعر بيبقى أمير وعايش في قصر فبيدي نوع من أنواع التعويض عن القسوة اللي موجودة في البيئة نفسها بيئة الصعيد ده فيما يتعلق بالصعيد إنما الشعر في مصر أنا يمكن قلت التشبيه ده من جريب اللي حضرتك أشرت إليه يعني الآن موضوع أن الشعر في مصر عمل زي نهر النيل هو فعلا لأنه تسألت الشعر في مصر يعني انتهى فقلت لا يعني لو نهر النيل خلص أو جفت منابعه ساعتها أن ننتهي لأنه معناها أن الحياة في مصر سيكون انتهت طول ما مصر فيها حياة فمصر ونلاده ومصر هي بلد الأمير الأول أحمد شوقي للشعر وشعرنا في مصر ليه طعم مختلف زي طعم الشخصية المصرية كده فيه تعبير عن الشخصية المصرية فيه تركيبة الشخصية المصرية فيه خفة الدم المصرية فيه القرب فيش التعقيد والكالكعة اللي موجودة عند غيرنا يعني مش بتهم حد ولكن الشعر المصري يعني واخد عزوبة فعلا عزوبة ميته علاء الجانب وهو بيكتب قصيدة شعرية ايه الطقوس بتعمل ايه يعني انت بتفكر في ايه وقتها بتشوف الدنيا ازاي بتشوف حالة اللي حواليك ازاي طقوس يعني بولع بخوره باستحمى بميض ملحه وبجيب رجل غراب احنا مش دجالين لكن من زمان كان كان كبار الشعراء والنقاد يعني كان بيقول لك انه فيه أوقات معينة زي مثلا الاوقات اللي ايه اللي الروح فيها بتكون أصفة اه يعني مثلا عازو اقول لك الهزيع الأخير بس خيف الناس تخض من كلبة الهزيع دي اه اللي هو ايه اخر الليل يعني الدنيا بتبقى راقت والناس نامت وبتاعها فده بيكون أدعى إلى انه الروح أكثر صفاء فالكتابة وقتها بتكون يعني أكثر عمقا وبتقدر تصطاد الفكرة بتاعتك أو الصورة اللي انت عايز تجيبها بتقدر تصطادها بالراحة في الوقت ده يعني الفخاخ بتاعت الشعر بتتنصب بالليل وبتصطادها بالليل ده يمكن أهم بس بيكون لها أطر محددة بتكون انت قابليها بحضرها عايزة مش عليها حاجة رايحة للمرأة حاجة رايحة للحب حاجة رايحة للكون حاجة رايحة رباني صبحانه وتعالى دي ما بتجيش كده في الشعر الشعر ده عامل زي عارف كنا زمان في الجغرافيا كنا بندرس حاجة اسمها البركان الخامد اللي هو كان اللي بيبقى تحت الأرض ومنتظر بس يشوف حتة كده في قشرة الأرض لينة فينفجر منها هو كده الشعر انت بتبقى عايش بالحالة قد تكون على فكرة الحالة من أيام الطفولة بس ما لجيتش المفجر ما لجيتش الحدث اللي يخلي هذه الحالة الشعورية تطلع لذلك أحياناً الواحد بيبدأ قصيدة غزل وتروح معاه في سكة تانية خالص أو يبدأ قصيدة في موضوع والقصيدة تاخده لسكة تانية خالص لأنه بيسوقك البركان اللي جوه ده اللا وعي يعني مش عايز يعني أتفلسك زيادة عن اللزوم وأتعمق لكن بيبقى شيء داخل النفس زي التيار الكهربائي كده بيسري لغاية لما يلاقي لامضة زي دي نور منها مش عايزك كلم كتير حاسب الوقت يخلص معاك من جرم ما نسمع منك والدنية تبقى حيلوة كده يعني بواحد بيصدق تعالوا نقول حاجة من الديوان المغني من جديدة يعني ما قلتهاش قبل كده أخصك بيها يعني من نفسي أقول حاجة ما تكونش تقالت قبل كده في حاجة محددة أنت عايز تولا من الكتاب والله هو في حاجة أدأسون تعالف إيه القصايد بتبقى عاملة زي عيالك كده مش عارف تختار منهم مين بالضبط يعني عدد إيه على الموسم الخامس من من أمين الشعر إحنا داخلين على فكرة هو شغال حاليا الموسم الموسم التاسع من أمير الشعر التاسع أنا كنت في الخامسة أوه نعرف تعالوا نقول للقصيدة دي أول مرة أقولها يا رب تطلع لا تطلع حلوة خفيفة إن شاء الله على الناس على دقة القلب على دقة القلب والله أعلم تعثر في الصمت حتى تكلم فكان الكلام اشتياقاً وورداً فصلى عليه الحنين وسلم لوجه الذي كل وجه سواه فناء وهبت الفؤاد المتيّم وعلمت أسرار أهل الغرام فكان جنوني بما لا يُعلم زمان وعيني خلف الستار تريد اكتناها الذي لا يُسلم وتركض خلف غزال جميل لفتنته ذاب قلبي وسلم ومن عجب أن قلب المحب يذوق رضاب الرضا لو تألم من الصدق يُخرج دمع الكلام شموعاً تُضيئ إذا الليل أظلم وأهل الغرام يضيقون ذرعاً بزيف سجاح وكذب مسيلم وللون في العين سر عصي ولكن عيون المريدين تفهم فيا عسلي العيون حناناً فإن اشتياقك مر وعلقاً حنيني إليك طواف وسعي وعيناك يا قرة العين زمزم وشوقي إلى الشهد شوق قديم ولكن شوقي إلى الخمر أقدم وأشهد أني في البر عيسى وأنك في عفة القلب مريم ومن زاق أدرك شيئاً قليلاً ولكن من لم يذوق كان أعلم وشتان ما بين قلب قصي وبين الذي بالإشارة يفهم وما ضر قلبك لو مال رفقاً وحسنك في من يرى ليس يرحم فيا واحد الحسن رمشك جرم فيا واحد الحسن رمشك جرم وصوتك في القلب أجرى وأجرم وشعرك والليل أغنيتاني تهيجان في الليل ما قد تكتم فبين صلاتي وبين انفلاتي تماها بي العود لما ترنم وما زال بي من شبل لحظ سحر فما لامس القلب إلا تهدم كأني في حضرة الحسن موسى وقلبي عند التجل المقطع الله إيه ده إيه الكلام الحلو ده كلام انت خين الكلام الحلو ده يعني ولكنك شعر شوف بنتعلم منك عمار طبعاً أستاذنا أقول لي يا دكتور لو حابب توجه يعني بعض النصايح للشباب بقى اللي هو شايف نفسه موهبة الشعر لأي حد عايز يسلك نفس الطريق بتاعك ومنهج بتاعك يعمل إيه فظل بقى الأحداث الكتيرة والأغنيات اللي هنا والمعارجات والحالية الكتيرة الكلام اللي احنا بدأنا به الحلقة مع سعادتك لما لما تكلمنا على أنه أي موهبة ممكن تموت لو صاحبها ما هتمش بيها هو ده اللي بنصح به الشباب احنا بضعتنا الكلام والشعر ده صنعة زي وزي أي صنعة في الدنيا يعني فيه أوزان وفيه قوافي وفيه لغة بالنسبة للناس اللي بتكتب شعر الفصحة يعني وفيه صور وفيه فأنت بتتعلم أول شيء تتعلم إزاي تصطاد الصورة الصورة الشعرية تصطادها إزاي بتتعلمها من القراءة للمشايخ اللي سبقوك دول اللي هم الشعراء الكبار اللي هم أنيابهم يعني وقعت وهم بيذاكروا وهم بيكتبوا وهم مخلصين لهذا الفن اللي هو فن الشعر زي لعيب الكورة اللي بيبقى ليه مدرب اتعلم من المدرب بتاعك عشان تعرف يعني تلعب اللعبة الصح لا يكون الشاعر شاعرا لأنه لغوي ولا يكون الشاعر شاعرا لأنه بيقلد الناس تقليد كويس لكن لما تبصل ذاتك أنت وتطلع منها تبصل لروحك وللعالم وتطلع نفسك مش تقلد غيرك وتقرأ لغيرك تقرأ تجارب غيرك عشان تسقل بها نفسك مش عشان تمسك قصيدة أحمد فاروق وتعمل زيها أو تمسك قصيدة أدخن شاعر في الدنيا لو عملت زيها أنت لا تزيد عن كونك مقلد واحد بيجلد كويس لكن الأصيل هو اللي بيعمل الحاجة اللي هو عليها البصمة بتاعته ما تغيبش على نهاية تاني عيوني يعني بتوحشنا جدا أنا موجود يا حبيب ونفتقد كلمتك الحلوة دي من حين لآخر كده لكن أنت النهاردة نقورتنا جدا ونتمنى فيه كمان يعني معاد قريب بنا وبنبعد إن شاء الله على صدق بلد نسعد ونتشرف بيكم بالصدق المشاهدين على أصدقنا طبعا أمير الشعر يا دكتور علاء جانب شكرا جدا لوجودك معنا المهاردة نورتنا يا دكتور طبعا يعني مفيش يعني أحلى اختام في أول ساعة من الشعر الجميل من دكتور علاء جانب لسه مكملين معاكم بقية فقراتنا بعد الفاصل عيش صح وبعدين على طول إن بوكس بعد المدولة والفقرة القانونية مع المستشار أحمد فوزي يخليكم معنا اشتركوا في القناة